السلام عليكم معكم محمود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هدي ألا وبين الله ثم ما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلقتنا على بركة الله نستكمل الحلقة الأولى من العربي الذي تزوج من ملكة جمال ستابربول أو قصة ملكة جمال ستابربول انتهت الحلقة الماضية عند سعادة الشاب بأنه هيتزوج ملكة جمال ستابربول وبعد ما أتموا الزواج وكل حاجة تمام الراجل كان مقتدر ماليا يعني مش محتاج الشغلة قوي فكان مركز في الدراسة أكتر حاجة لو جالوا شغل يشتغل ما جالوا الشغل الدنيا ماشي والست عايشة معاه وقالت له يعني الولد يعني محتاج صديق مش محتاج حد يقوم بدور الأب فهو من قبل الزواج كان سألها لها هو أبوه فين يعني أبوه مش ينفع ياخده ولا حاجة الولد فقالت له لا أبوه متجوز واحدة تانية وفي مدينة تانية وما بيكلمناش إلا كل فين وفين فالولد خلاص منقطع العلاقة بينه وبين أبوه هو بيسأل عليه بس أبوه كده من بعيد لبعيد مرة كل فترة ولكن الاتصال بين الولد والأب تقريبا ما فيش فالولد محتاج مش بس أب لأ محتاج صديق فحاول تكون صديقه فأخونا ده أو الشاب ده بدأ يتقرب للولد يحاول يلعب معه كورة يلعب معه مثلا بلاي ستيشن حاجات كده والولد يتعلق بيه بطبيعة الحال لأن في حياته ما كانش فيه أب ما كانش راجل كان عايش معه الجدة ومع أمه وما فيش حد من القرائب تقريبا عنصر رجالي مستديم قاعد معاه فأول مرة يكون فيه حد كبير وحد قدوة فأخونا ده قال الولد فجأة وبسرعة اتعلق بيه بيقلدني في حاجات كتير وبيعاكس أمه لأنه بيقول أنا بعمل كذا علشان بابا بيعمل كذا فبيقول أنا مش متداي أنه بيقول لي بابا وهو مش ابني بس أنه بيقلدني في كل حاجة صحة غلط ده كتير بيحاكي كل حاجة وأمه مش قادر عليه لأنه مستقوي بيه لأنه عارف أنه أمه مش هتقوله حاجة أنا بعملها فألفة يعني حسيت أن الموضوع بعبق علي ولكن حاولت أتعامل معاه وحاول أحل المشكلة دي بالتدريج وعلى المدى الطويل قال المشكلة بقى اللي ملهاش حل أن كلما نروح ستفرقل قال المقابلة مش حلوة أمها وخالتها ما بيحبونيش خالص اتأكدت من كده عنصرين شوية كارهين الأجانب عموما مستغربين مثلا إزاي بنتنا اتجوزت واحد كده أو يعني من قشرة ولونها مختلف بيتكلم لغة غيرنا لغة الروسية ضعيفة يعني ما نعرفش على أصله ولا فصله يعني مش حبينه قال ما عرفش مش حبيني ليه يمكن أسباب من دول أو كلهم على بعض فقالت ضغط زاد لأن كل يوم أمها تتكلمها بالساعة تقول لا أصلا أنا عليك قال أنا عليها على بنتك مني مثلا فقال متضايق أن البنت بدأت تتغير معايا وأعتقد أنه بسبب هذه المكالمات قال مهتمة بالولد قوي قال ده بعد أول سنة جواز الأول سنة كانت كويسة كل حاجة ماشي على ما يران الولد قاعد في الأجازة عند جدته عند أمها يعني أم الزوجة فقال الدنيا متساستما متفقين على كل النقاط مصاريف البيت منضبطة ساكنين في شقة كويسة هي لقيت شغلي بسهولة قال أنا ما بأسرش في المصاريف فالدنيا حلوة ما فيش حاجة دايق ففجأة لقيها بعيدة عني بعد أمها بدأت تكلمها ساعة كل يوم أحيانا ساعتين فقال أعتقد هي اللي قوياها علي فقال أنا مش شايف أن أنا بعمل حاجة غلط مش شايف أن في حاجة مثلا تخليها تبعد عني وتكلمني ببرود الكلام قال ليه قوي فالمهم حتى أحاول أن أنا أفتح معاها الموضوع إيه سر بعدك أو الجفاء آي نعم ما جاش فجأة جي بالتدريج ولكن قال أنا ملاحظه فقالت له بصراحة أما زنقها يعني قالت له بصراحة أنت بتشتغلش معظم الوقت ومعتمد على إراد أو فلوس دخل بيجي لك من بلدك طيب لو الإراد ده مش موجود ده حاجة الحاجة التانية حياتنا أنا مش شايف أنها مستقرة ليه يا ستي إحنا ليه ما خلفناش حد دي وقت قال له هنخلف عادي ما عندش مشكلة لأ أنت قاصل ما تخلفش مني فقال حسيت أنها بتختلق مشاكل وعلى فكرة لما أنت ما بتشتغلش بتتأخر ليه بعد الجامعة قال له بقعد مع صحابي يعني قال له قالته طب صاحبتك دي بقى حلوة أحلى مني فقال إيه الدماغ دي يا الله صاحبتي إيه لو عايزاني بعد الجامعة بعد المحاضرات أروح على طول وماشتغلش مسلاً شوية آآ أرجع عايتي ما فيش مشكلة لو ده اللي مزعالك وهيحل المشكلة قال له لا ده حاجات كتير بقى ده كذك قال قعدت تعدت حاجات صغيرة جم2 بعض قال له أنا فجئت فجأة عندك كل المشاكل دي وساكتة وقالت له ولحظ بقى أنت بقى لك كم سنة في روسيا فكما بقول بقى لي كملت 4 سنين فبتقول له 4 سنين ولغلك التدك الروسية مش سليمة لسة شكرا